يعني لو النادي الاهلي لقدر الله اتغلب في ايه مباراة فبنقول الاخطاء اللي عملها مدافئ النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي محدش بيقول ان لكن كل الكلام اللي بيتقلم بارح او معظم الكلام من بعض ما اللي يشجع النادي الاهلي بيقولوا في هذا الاتجاه ان اصله حظ النادي الاهلي اصل عبدالله السعيد هو اللي لعب مانا مالي عبدالله السعيد لعب الكرة ولا ملعبش الكرة الكرة تلعبت بالعرض افشا مسكها رأس علي جبر رأس شريف إكرامي وحطها في الجول هذه هي كرة القدم بالمناسبة كرة القدم أخطاء فإن أنا لمجرد أن أنا أقول أن أنا عندي طموح وكلام حلو وكلام جميل وكل حاجة ولكن عندما تواجه البطل خد بالك البطل بيعلم على الكل البطل بيعلم على الكل البطل التاريخي بيعلم على الكل وبيخوف ما بيخافش من حد ما بيخافش من حد وعلى فكرة وما زلت أكرر نفس الكلام وحقوله مرة تانية كان رأيي أن المباراة دي كانت تتأجل كان رأيي الشخصي أن المباراة دي كانت تتأجل اللي احنا كسبناه مباراة ثلاثة بالمناسبة فالحقيقة كلام غريب جدا بسمعه ولكن لازم أقف عنده ولازم أقول لأنه كل لعاب النادي الأهلي يستحقوا الاحترام ويستحقوا التحية المدير الفني بيتسو موسيماني يستحق الاحترام ويستحق التحية ما ينفعش إدنا نطلع أقول بعد المباراة أصلا النادي الأهلي لا يستحق الفوز النادي الأهلي يستحق الفوز لأنه البطل النادي الأهلي بيعلم كل الناس يعني إيه كرة قدم ويعني إيه روح ويعني إيه روح الفنيلة الحامرة خلي بالحضراتكم وأن هناك فارق كبير جدا 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 ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني فارق كبير جدا يعني مفيش فارق أساسا يعني الفارق مش قادر أقوله لأنه هناك حاجة كبيرة جدا أو فارق كبير جدا ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني أنا بتكلم بشكل عام ما بتكلمش على حد معايد عشان كده أنا استغربت جدا واتديقت جدا من الكلام اللي اتقلم بارح لأنه ما ينفعش تقول ادي لكل واحد حقه كل اللي إحنا عايزينه إن كل واحد ياخد حقه بيتسو موسيماني ياخد حقه واللاعبين اللي لعبوا وقدوا وكذبوا 3-0 ياخدوا حقهم سواء مجدي أفشا أو بعمر السلية أو محمد شريف أو كل اللاعبين التغييرات اللي عملها طريقة اللعب اللي بدأ بيها ما ينفعش إن أنا أقول على مدرب أنا حبقى أفضل منه أو أنا أحسن منه أو حلعب بأداء أحسن منه وهو أاخد كل حاجة وعامل كل حاجة وبالمناسبة هذا البرنامج وهذا الشخص اللي أمام حضراتكم أنا كنت من المدافعين جدا 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 عن بيتسو موسيماني الفترة اللي فاتت لإن أعلم فنيا جوا الملعب هو بيعمل إيه فالحقيقة كلام غريب جدا وكلام أنا ما صدقتوش شكرا جدا 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 جدا